مسلسل أزمة الإنقسام الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات يحضر اليوم ليس بصيغة جامعة مدعات بل بلغة أكثر وضوحة الحديث عن الحصص هنا أساس لتشكيل حكومة ليست كالنظيراتها وتفردوا في شكل الحكومة بالمعنى النقيض للتميز كفاءة قائم على محاصصة جغرافية مستجلبة من مظالمة سابقة في نهاية المطاف خرجت حكومة فيها من جميع القبائل أغلبية القبائل ومن جميع المناطق قدم رئيس الحكومة ووزراءها هنا استفاضة في الأرقام عن حقوق نالتها المنطقة الشرقية الرد هنا كان على ادعاءات بغياب هذه الحقوق من قبل أعضاء من الحكومة نفسها يغيب هنا نائب رئيس الحكومة حسين القطراني ويتصدر وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم وبلغة الاتهام لرئيس الحكومة تحدث قعيم عن محاولة لتفتيت المؤسسة العسكرية والأمنية ما يعني انهيار الدولة استفاض قعيم مرتجلا في إنكار ادعاءات الحكومة واستحضر تاريخ برقة والنظالها بورقة مكتوبة وقبل البدء بلغة الأرقام والوثائق اختار وكيل وزارة الداخلية أن يرد على حديث رئيس الحكومة حول كفاءته على طريقته ونقول لأقراه السفي متاعي عدي أقراه في جميع المحاور وأقراه أني رجل حرب ورجل السلام أنكر وكيل الداخلية نسبة الأربعين بالمئة التي قال رئيس الحكومة إنها تمثل ممثلي المنطقة الشرقية في الحكومة وقال إنها لا تزيد عن عشرين بالمئة في سبع وزارات فقط من أصل ثمان وعشرين وتحدث المجتمعون عن الفاتورة التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين مليون دينار التي تحدث عنها وزير الداخلية وأشار أحد المعنيين إلى أنها تمت بناء على مخاطبات لوكيل الوزارة بخصوص الإعاشة في المنطقة الشرقية الوكيل الذي ترأس لجنة بشأنها بتكليف من وزير الداخلية الذي لم يصادق على العقود رغم توقيعها وعن مبلغ مائة وخمس وثمانين مليون التي تحدث عنها وزير الداخلية بشأن المنطقة الشرقية أكد المجتمعون على تقديم مائة وثلاثين مشروعة بقيمة مائة وعشرين مليون لم يرد منها إلا خمسة تكليفات بقيمة لا تتعدى ستة ملايين لم ترد إلا خمسة تكليفات الشهر العشر بقيمة لا تتعدى ستة ملايين جال العمل فيها وعن مشاريع عودة الحياة تحدث قعيم عن وهم في مشاريع المنطقة الشرقية وأكد بأنها لم تحصل على أي شيء منها في الواقع في الواقع ما في شيء في الواقع في الواقع جامعة جاريونس والله ما جاه واحد جاوب باحة تقنبه قطعة وعدة والله ما رد أين واحد استعرض قعيم في بقية الاجتماع أوراق قال إنها تثبت ادعاءته تنتهي الآن حلقة الرد من مسؤولين منطقة الشرقية وبلغة الردود الكرة الآن في ملعب من تغيب لغة الكفاءة والجدارة وتحلوا معها لغة المظلومية والمحاصصة والجهوية ما قبل أقل من شهرين من الانتخابات المفترضة وبعد سنين من غياب صوت المواطنين في حقهم في اختيار ممثليهم الآن ما قبل ومع قرب الاستحقاق الكرة ربما في ملعبهم